السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والإخوة والأخوات الأعزاء أعضاء الجروب وأعضاء القناة أسعدني اليوم بلقائكم بعد غياب مدة طويلة جدا حيقا ببحث عن موضوع مهم يهم الناس كلها وحبيت بالفيديو دوت ان انا اديكم انظار مهم جدا نحن من محبي المانجا بذات المانجا الصديقة وجدنا فيه واحد باقع ببيع الصديقة فقلنا له يعني عندك صديقة قال لا الصديقة دي مدودة الدبان فيه دبان معين بيعشق الصديقة وبيحب ان هو يبيض فيها والبيض بيفس وطلع وطلع عدود وطبعا احنا ايه كالعادة ما بنصدقش البيعين لان الاسف الشديد الوحش مخلاش الكويس حاجة فراحنا اشترينا حبة صديقة راحنا السوق راحنا اشترينا حبة صديقة صندوق حول 12 كيلو وجينا كده ايه نقطعه علشان نجمده يعني ونعمل به عصير كل كم مدة كده يعني اشترينا بنحب المانجا فطبعا فجئنا بايه بالماء هنا حضراتكم شوفوا كده فعلا الدود مالي المانجاية ابيض ما حضراتكم شايفين كده ده طبعا يعني حصارة كبيرة جدا نحن مصدقناش الراجل اللي قال لنا ان المانجا دي فعلا الدود بيحويها من الدبانة اللي قال عليها دي طبعا كل اللي حضراتكم شايفينه ده بعضه اللي هو مدود وبعضه اللي هو البزر اللي احنا بعد ما خلناه وطلعنا منه المانجا اللي هي حلوة وطبعا المانجا اللي هي او الجزء من المانجا اللي هم دود احنا شلناه حبيت بس المعلومة دي عشان احضراتكم المانجا الصديقة طبعا بتتباع في سوق بثلاثين جنيه الكيلو بثلاثين جنيه لما رحنا سوق ستة اكتوبر لقينها بستة اشر جنيه بقينا فرحانين جدا وعملين اتنطط ونقول الناس التجار اللي بيباع بثلاثين جنيه ده والناس الوحشين وبعدين طبعا ما فيش حد بيحذرك في السوق هناك يقولك فيها دود ولا ما فيهاش دود ولا البايعين من الخضار او الفكهة اللي عارفين الموضوع ده انا اش ادري افهم ايه اللي حصل اللي بيها بالذات المانجا الصديقة تبقى كده يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يعفينا من نقمته ويسر لنا امورنا ويسر لكم اموركم جميعا حبيت احذر حضر حضراتكم من الموضوع ده وتمنى لكم ان شاء الله حياة سعيدة وموفقة والى فيديو تاني اه اخر لكي اه انشر موضوع مهم موضوع اه يفيد الناس كلها طبعا مش اقول لحضراتكم بقى ووصيكم على الاشتراك في القناة وعلى اله اه يعني بدونا تعليقاتكم على الفيديو في اليوتيوب مش في الفيس طبعا بقى بنزل الفيديو ده على اليوتيوب على القناة بتاعتي ومنتظر وبنشره على الفيس ففي ناس تحط لايك على الفيس ده ما همنيش اللايك اللي على الفيس ولا الشير اللي على الفيس انا همني ان حالتك تخش على القناة اليوتيوب بتاعتي وتشجعني وتشترك في القناة وتسيب لي تعليق على الموضوع يمكن يكون لك ملاحظة نستفيد منها ونفيد الناس عليها جميعا واشكركم جميعا واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما عليش ملحوظة عشان اكمل الفيديو السابق ازاي نعرف المنجا اللي هي يعني مصابة بالدود ده عشان يعني نحافظ على فلوسنا وفلوسكم اه لو احنا بصينا على المنجا هنلاقي المنجا دي مصابة ودي مصابة يعني اي حاجة سودع على المنجاية تخلي بالك انها مصابة اهيه طبعا احنا ندبسنا في الموضوع ده ما صدقناش الراجل الامين اللي قالنا فعشان كده احنا بنحذركم من الحكاية دي طبعا المنجا دي اللي في ايدي نشفة فانا نستنين بقى لما لما تتطرى هنبتدي نقطحها وكده نشوف ايه الحاجة اللي فيها المدودة ونبعدها يعني حاجات غير مرئية يعني احنا بنا ما كناش بنعتقد ان دي ممكن تكون منجا مدودة ولكن دلوقتي انا نعرف الآن ننقل المنجا المحروض أن نأخذها لا يكون لديها حتى بقعة انظروا البقعة هذه فيها دوت هنا مثلا هذه المنجا فيها دوت انظروا لا أحد يقول لك في السوق أو في أي حتة هذه المعلومة لأنني أحبت أنبهكم لكي خسارة الفلوس يعني نحن اشترينا كيلو ب 16 جنيه كنا فرحانين قوي بالموضوع ولكن في السوق هتلاقوا بيباعهلكم 30 جنيه هي نفس المدودة دي بيباعهلكم ب 30 جنيه فاحذروا من هذا الفخ الكبير نغص عضواتكم يعني احنا كده مطلعين يعني اخلينا جزء من المنجا دي يعني المدود رمناه والايه السليم قطعنا عشان نجمده فيا حبيت أنبه حضراتكم لموضوع ده عشان ربنا يعني يحفظكم ويحفظ أموالكم من الضايع المنجا في السوق 6 أكتوبر ب 16 جنيه كيلو وبرها ب 30 جنيه كيلو ومحدش بيقولك على المعلومة حماكم الله حفظكم اللهم كل سوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته